السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا بيان للإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني كتبه بتاريخ الرابع عشر من رجب لسنة 1428 هجرية والموافق الثامن والعشرون من شهر يوريو لسنة 2007 البيان بعنوان القول المختصر في المسيح الكذاب الأشر أرض الراحة والأنام هي الأرض المفروشة ومزيد من التفصيل بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأتلقى التفهيم للبيان الحق لأسرار القرآن العظيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وأهله الطيبين الطاهرين وجميع المسلمين الموحدين لرب العالمين أما بعد إن أرض الراحة والأنام هي الأرض المفروشة وقال الله تعالى والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنقل ذات الأكمام والحبوذ العصف والريحان صدق الله العظيم وسكانها عالم الجن ومن ثم جعل الله أبان آدم خليفة على عالم الجن وكذلك أمر الملائكة أن يطيع أمر خليفة الله في الأرض وأما إبليس فطلب من الله أن ينظره وذلك لأن الله لعنه وأمره أن يخرج منها ولكن الله لبى طلبه ليزيده إثما ووعده الله ليخرجه منها مذموما مدحورا وذلك سيكون بنتيجة معركة بين الحق والباطل وقد جاء أجلها المقدور في الكتاب المصدور وقد أخر الله خروجه إلى يوم البعث الأول قال قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ولكن كان تحدي بين رب العالمين وعدوه وذلك لأن الشيطان طلب منه أن ينظره ولم يسأله من باب طلب رحمته بل من باب التحدي فلعنه الله في قوله تعالى لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا صدق الله العظيم ومن ثم أجاب الله طلبه وقال خرج منها مذموما مدحورا قال الله تعالى قال خرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين صدق الله العظيم ولكن إذا تابعتم نص القرآن تجدون بأن الله فعلا أخر خروجه إلى يوم الوقت المعلوم فيخرجه الله منها مذموما مدحورا والدليل على أن الله أخر خروجه امتحانا لآدم وزوجته قال الله تعالى فقلن يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى صدق الله العظيم وبعد زمن قصير تظهر الشيطان بأنه نادم على عسيان أمر ربه وأظهر النصح لآدم وأنه مضيع لأمره وذلك حتى يظن بأنه تاب إلى الله وأنه قد أصبح لهم ناصحا أمينا وكل ذلك كذب ليغرر آدم وزوجته بأنه قد أصبح لهما ناصحا أمينا وقال الله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نال وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال انظني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدننهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائرهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال خرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون صدق الله العظيم ولي سؤال يا ابن عمر إذا كان الله قد أخرج الشيطان فكيف عاد إلى الجنة وكلم آدم وزوجته وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين وسوف أجيبك عليه من القرآن العظيم بأن الله فعلا ترك الشيطان في الجنة عند آدم وزوجته وقال الله تعالى فقل يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجن لكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى صدق الله العظيم أم تظن بأن إبليس خاطب آدم فورا فقال ما نهاكم ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين صدق الله العظيم فلم يقل لآدم هذا إلا بعد زمن بعد أن تظاهر لآدم وزوجته بالندم على عصيان ربه بعدم إطاعة أمر آدم ثم تظاهر لهما بالطاعة والإنقياد والنصح حتى يصدقوه في المكر الذي سوف يقول بعد أن يمنحوه ثقتهم لذلك قال الله تعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين صدق الله العظيم ودلاهما بغرور ولكن الذي غركم في الأمر هو ذكر الجنة في القصة فظننتم بأنها جنة المأوى ولكنها عند سدرة المنتهى ولم يرد في القرآن بأن الله جعل آدم خليفة فيها بل كرر ذلك القرآن بأنه جعل آدم خليفة في الأرض بل ويذكر القرآن جنات في الأرض كمثل قوله تعالى فأخرجناهم من جنات وعيون ويقصد آل فرعون وكذلك قوله تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة ولكنكم ظننتم بأن اسم الجنة لا يطلق إلا على جنة المأوى بل يطلق على كل أرض مخضرة بالأشجار والفواكه وهي الأرض المفروشة وليست مسطحة بل مفروشة مستوية فيها فاكهة ونخل ورمان بل هي الريحان وتوجد باطن الأرض ما وراء البراكين فليست طبقة البراكين ببعيد والجنة تحت الثرى بمسافة كبيرة والبراكين دونها قريبة إلى السطح وقد ذكر القرآن عدة عوالم في آية واحدة عالم في السماء وعالم في الأرض وعالم دون السماء وعالم تحت الثرى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى صدق الله العظيم وهي الأرض التي ذكرها الله في القرآن والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان صدق الله العظيم ويسكنها عالم الجن وهم الذين استخلف الله آدم عليهم بدلا عن إبليس الذي يفسد فيها ويسفك الدماء لذلك قال قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لإن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا صدق الله العظيم وهي على بوابتين بوابة في منتهى طرف الأرض شمالا وبوابة أخرى في منتهى طرف الأرض جنوبا وذلك لأن الأرض ليست كروية تماما بل شبه كروية ولهذه الأرض بوابتان ولها مشرقان ومغربان فإذا غابت الشمس عن البوابة الجنوبية أشرقت عليها مرة أخرى من البوابة الشمالية وإذا غابت عن الشمالية تشرق عليها مرة أخرى من الجنوبية فأصبح لهذه الأرض بوابتان وأعظم مسافة في الأرض هي المسافة بين هاتين البوابتين لذلك قال الإنسان لقرنه الشيطان يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين وذلك لأن أعظم مسافة في الأرض هي المسافة التي بين البوابتين وهن بوابة الأرض الشمالية وتوجد في منتهى أطراف الأرض شمالا والأخرى في منتهى أطراف الأرض جنوبا وسدد القرنين بين السدين أي بين نصفي الكرة الأرضية وسماهم السدين لأن كل منهما يسد على الآخر ضوء الشمس فيكون نصفا مظلما والنصف الآخر نهارا وهذا بالنسبة لسطح الأرض وأما السد فبينهما في مضيق في التجويف الأرضي فجعل بينهما ردمة ويأجوج ومأجوج إلى جهة وعالم آخر إلى جهة أخرى وهذه الأرض ذات المشرقين وذات المغربين بسبب البوابتين وأما سطح الأرض فليس لها إلا مشارق إلى جهة ومغارب يقابلها أما الأرض المفروشة فلها مشرقين ومغربين لذلك قال الله تعالى رب المشرقين ورب المغربين صدق الله العظيم وأما ظاهر الأرض فليس له سوى جهة شرقية واحدة وجهة غربية واحدة وقال الله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا صدق الله العظيم ويا قوم إنكم لتجادلونني في حقائق آيات لها تصديق على الواقع الحقيقي لو كنتم تعلمون فلو اطلعتم عليها لوجدتم حقيقة التأويل على الواقع الحقيقي كما وجد ذلك ذو القرنين في رحلته إلى منتهى أطراف الأرض شمالا وجنوبا ثم قام برحلة في التجويف الأرضي فوجد من دونهما قوما وبالله عليكم أين يأجوج ومأجوج وإنهم يوجدون حيث يوجد سدد القرنين فأين سدد القرنين ولماذا لم تكشفه الأقمار الصناعية ولو كان ذلك على سطح الأرض لشاهده أهل الفضاء بل هم تحت الثرى حيث يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وتلك شريعة المسيح الدجال إباحة الفاحشة فتحمل الأنتى بعدة أولاد من هذا وذاك مخلطين شياطين جن وأنس بل يمارسون الفاحشة بشكل مستمر وهم يصرخون لأن الشياطين تأزهم أزا وقد سمع الباحثون الروس أصوات هذا العالم الذي في باطن الأرض بعد أن حفر علماء الروس آلاف الأمطار وهم يبحثون عن معادن الأرض ولكنهم سمعوا أصوات لعالم آخر وأدهشهم ذلك وقال زنداني تعليقا على ذلك الموضوع بأنهم أصحاب النار وطلب من العلماء البحث عن حقيقة تلك الأصوات فهو يرى بأنهم أصحاب النار ولكني أخالفه في هذا القول وأقول بأنهم يأجوج ومأجوج وأما الصراخ فقليلا منه يصدر من أحدهم بسبب ممارسة الفاحشة وأكثر الأصوات ضجيج أصوات ولها صدا في باطن الأرض ولكن الزنداني يزعم بأنهم أصحاب النار وقد سبق وبينا لكم أين تكون النار في الخطاب الذي نفيت فيه عذاب القبر في حفرة السوءة بل يعذبون في النار والعذاب على الروح فقط ولا فرق بين عذاب الروح والجسد وكل الحواس هي للروح فإذا خرجت لا يشعر الجسد بشيء حتى لو احترق وصار رمادا وسبق أن بينا موقع النار وأنها فوق الأرض ودون السماء وقال الله تعالى هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وأخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صاروا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدون من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين صدق الله العظيم فمن يتدبر هذه الآيات التي تتكلم عن تخاصم أهل النار ومن ثم يجد قوله ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون ومن ثم يتبين له حقيقة إسراء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرجو من الباحثين عن الحقيقة أن يضعوا بحث أصوات باطن الأرض وسوف يجدون شريطا مسجلا لأصوات وضجيج ملايين باطن الأرض وهذه حقيقة بلا شك أو ريب وأفتي في أمرهم بأنهم يأجوج ومأجوج وأخالف الشيخ عبد المجيد الزنداني في قوله بأنهم أصحاب النار والآية جلية وواضحة تقول بأن النار ملأ أعلى بالنسبة لأهل الأرض ولم يقل القرآن بأن النار التي وعد بها الكفار باطن الأرض بل من أعلى الأرض ودون السماء وقد مر عليهم محمد رسول الله في المعراج تصديقا لقول الله تعالى وإنا على النوري كما نعده من قادرون صدق الله العظيم فاذهبوا إلى البحث في جوجل أصوات باطن الأرض وسوف تجدون ذلك على الواقع أخكم إمام مناصر محمد اليماني تلت على مسامعكم البيان إحدى أنصارياته إلى الله إلى الملتقى